ودخل احدى المستشفيات حمد الله على سلامتك يا كمال بي الله يسلمك يا رعد يا ابني احكي لي ايه اغبار المهمة اللي انت فيها دلوقتي ما وربتش توصل لحاجة لسه شوية فاندم بس مسرهم يقعوا بإذن الله انا عاوزك بس تتعامل بحكمة وما تخليش اللي حصل الزمان يكون السبب ان انت تضيع كل حاجة عملتها في لحظة واحدة بحاول والله يكمل به بس احيانا بيجي لوقات مش بقدر اتمسك فيها خاصة لما بشوفهم قدامي كل حاجة ولها وقتها عشان تقدر توصل للي انت عاوزه بإذن الله بس محتاج منك طبعا شوية صبر وطبعا انا عشان مفيك ان انت تقبل مني الكلام ده لان والدك الله يرحمه كان زي اخويا وانت باعتبرك زي ابني انا عارف كويس اللي عندك يا فندم ولما بحتك حاجة مش باقي غير لحظرتك عشان كده جاي لك النهاردة مخصوص في امور مهمة تخص المهمة طبعا يا ابني اتفضل انا عارف ان وقتك قصير كل السرعة ده هيتكلم معاه بس خبط الباب سلام عليكم يا كمال بي حظرتك عملي دلوقتي وعليكم السلام يا بنتي الحمد لله في خير حال انا عرفت من هدى ان انت مأكلتش في طرق كله وده من الصحة على صحتك لازم حضرتك تتغذى كويس كانت بتتكلم معاه المرأة دي كان قاعد مدية وهو بيبص في الساعة بتاعته لانه متأخر وعاوز يمشي هو فضل كتير عشان عاوز كمال بي حضرتك شوية كده لان وقت المتابعة بتاعته دلوقتي بقولك يا استاذة انا مستعجل ومضطر امشي اما انت قاعدة هنا 24 ساعة حضرتك انا هنا دكتورة تحت التدريب ومشغلة عندك عشان تتكلم معاه بالطريقة ديت واسبني بقى بعد ازنك اشوف شغلي سابته واف وكملت كلام مع كمال بي المرأة دي كان ماسك نفسه عشان ما يعملش معاه حاجة بس ماقدرش يسقط اكتر من كده وبص حوالي لها كباية في وشه راح ما وقحها على الارض اوبس الكباية وقعت ياريت بقى حضرتك تريحينها من خدماتك وتطلعت ناجع لحد برا يجي لماها هو مش انت اللي وقعتها يبقى انت اللي تلمها اقرب منها وقال لها هو انت بتقولي المين الكلام ده بات انت انت بتعمل ايه ابعد عني مش بعد ما هو مش على اخر الزمن عيالة زيك كده تمشي كلامه على رعد الحديدي لا همشي كلامي عليك وهتبعد عني اراضي بضحك وده ازاي بقى ان شاء الله وفي ثواني اه يا بنتل هي حصلت تعملي كده ده انا مش هسيبك النهاردة طلعت تجري من قدامه وهي بتقوله ولا هتقدر تعملي حاجة يالي اسمك برق ولا زعبي بنتها وربنا ما نسايبك ومهما تكوني فين لا جيبك ايه ده بس يا ابني وسبها ده بنت طيبة وعلنياتها وكده كده ده اخر يوم لها النهاردة تدريب في المستشفى حتى لو راحت فين هجيبها يعني هجيبها وبعد سنة وده احديدا دخل مكان مش معروف اسمعني كويس احنا سعاب الضابط ان شاء الله وهنكون عندكم ولازم تعمل اللي قلتلك عليه بس انا ما اقدرش اعمل فيك كده افرج جات الطوبة في المعطوبة بلا طوبة بلا زلطة واعمل اللي قلتلك عليه ما تنساش نفسك يا سيدة الضابط بدل ما يحسوا بحاجة حاضر حاضر يا فندم يلا دلوقتي عشان حد بينادي علي قفل الفن ودخل لي واحد من المجموعة احنا جهزنا فرعون بيه تمام هبلغ البص واطلع انت واستنوا برا في العربيات ماشي يا كبير طلع شريحة فن تانية وحطها في عدة الفن غير الشريحة الاولانية عشان كان متأكد ان المجموعة دي متابعة في كل كلمة هو بيقولها ألا بص احنا جاهزين تمرني بأي حاجة تانية لا اعمل بس اللي قلتلك عليه عشان يعرفوا ان احنا نقدر نوصلهم قبل ما هما يقدروا يوصلوننا وكمان نطلع منها زي الشعر من العاجين أوامرك يا بص بس ما هانيتش هانت طبعا لما تعمل كل اللي قلتلك عليه ساعتها هعرف مين فعلا ايدي لي مين بحق وحقيق وهنتقابل عن قريب واريب قوي كمان خلص المكالمة وطلع مع اللي معه ورحوا المركز اهلا اهلا يا هشانبي تصدق ليك وحشة فرعون هي حصلت تيجي لحد هنا برجلك برجلي ولا بيدي هو انا محتاج استئزان عشان ايجي يا هشانبي ولا ايه هو انا مقلت لكش كمان انت ناوي تعمل ايه هو انت جاي المركز تؤمرني ولا ايه ولا عاش ولا كان يا هشانبي ده انت هتعمل بس اللي هقولك عليه وهتنفزه كلمة كلمة وبالحرف الواحد ولا انت عارف فرعون ممكن يعمل ايه انا دلوقتي بكلمك بكل زوق وهدوء افتح وطلع مروان ولا انا هعمل ولا انت هتقدر تعمل حاجة لا هقدر يا هشانبيه وفي سانية خد منه المفاتيح ورمهم ليهم بسرعة افتحوا البوابة ونزلوه تحت وفعلا عملوا اللقل علي ونزلوه تحت اما رعدة قبل ما ينزل يلا يا هشام مفيش وقت انا اسف اسف يا صاحبي ما تقلاش علي انا هكون بخير باذن الله وبعد دايتين نزل ليهم مراكب العربية معاهم بس اتفاجوا به ان اول ما دخل العربية غمض عينيه وبعدين ده مش بيفوق بصرعة لقرب مستشفى هتأول دكتورة ام مردة تيجفوا الشكم وفي احدى المستشفيات اللي قريبة منهم كانت لسه دخل دكتورة لين فأول يوم تلبس في النقاب استني عندك هنا انت مين ورحفين انا دكتورة لين يا مه دكتورة لين هو انت ياللي لبسه ده على وشك سلامت عينيك يا مه ده نقاب وانت يبقى اللي خلاك تلبسي كده ان شاء الله فجأة قوعد كوني عاملة حاجة كده ولا كده التيل لو خوفي ربنا عز وجل اللي بيعمل حاجة كده ولا كده به فده على نفسه ومزدن بالنقاب ولا اللي لابسينه في شيء واسناء كلامهم بيعدي جنبهم دكتور سليم فبيقف يكلم لين ومش بيهتم بمه حضرتك دكتورة لين صحي كده اصلي عرفتك من صوتك لين وهي غضة بصرة ايوة حضرتك يا دكتور سليم دي انا متأسف جدا اني نزلتك دلوقتي كمان عشان الشيف دلليلي لو لا يهم حضرتك يا دكتور في اي وقت انا كده كده الصبح ويكون تدريبك كلية بتاعتي وبالليل شغلي فبتحسب عليه مش ببلاش يعني والله الناس هي اللي بتطلبك بالاسم لانك لين لما حزت ان دكتور سليم هيكتر في الكلام معها طب بعد ازنك يا دكتور عشان اشوف اللي ورايا تمام تفضل يا دكتورة لين واخلي ما هتجيب لك كل اللي موجود في الورقة من المبنى التاني عشان هتحتاجين نهار ده هو مفيش غير يا دكتور في المكان ده كله روح يامها وودي يامها وهاتي يامها مش مشكلة يا دكتور انا هروح اجيبها عشان ما نتأخرش ماشي متشكل لك يا دكتورة وانت يلا روح يشوفي هتعملي ايه نزلت لين عشان تروح المبنى التاني وكانت لسه هتعدي وقفت عربية قدامها وفي سوان يركبوها فيها وبعد شوية انت عاوزين مني ايه ولايه جايباني هنا بس مش عاوز صوت عالي انت هتعملي اللي هنقولك عليه وبعد كده تروح ومش هنشوف وشك طب عاوزين مني ايه طيب قدامي وهتفهمي كل حاجة دخلت لين واتفاجأت بحد نايم على السرير ايه ده ده لازم يتنال للمستشفى حالا مش هيتنال لأي مكان كل اللي انت محتاجه في سواني هيكون قدامك المهم يفوق ولما نفستش اللي قلتلك عليه يبقى انت عارفة هيحصل لك ايه حاضر حاضر هكتب لك كل حاجة انا عاوزاه وفي سواني كان جايب لي على حاجة من صيدرية صغيرة موجودة في نفس المكان وبعد مروش ساعتين هو الحمد لله شوية وهيفوق مش مطلوب منك بس غير ان انت تعمله شوية كمدات مية انا اللي عمله كمدات وانت هتروح فين يا اختي هروح يعني هروح فين انت مش رحة في حط غير لما يبقى مية مية لين لي نفسها هي ما فريدش كتير انا ما عنديش حد يسأل علي سواء عدت هنا ولا هناك ما حدش هيفتكرني ولا يدور علي لان ما فيش حد ارحم به غير رب العالمين هاتلي مية وقماشة بلت القماشة وكانت لسه هتحطها على راسه بس الاول مرة بتاخد بلها منه لانها قدرت تتعرف عليه انه الشاب اللي قابلته من سنة واتفكت اكتر لما كان بيتكلم وهو بيقول لا يا بابا انا مش هسيبك انت وامي فلاش باك من عشرين سنة بسرعة يا ابني استخبى تحت السرير لا يا بابا انا مش هسيبك انت وماما وهنا تكون انتهت حلاتنا النهار ده احلى اخوات اتمنى تكون عجبتكم ما تنسوش بقى لو عجبتكم قصتنا بنستغزمكم تضغطوا لايك وتقول لنا رأيكم في التعليقات ولما كنتش مشتركين في القناة تشتركوا فيه وتنورونا ما تنسوش تصلى على النبي عليها الصلاة والسلام عشان تاخدوا حسنات وتجاوبها على السؤال اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته